مرحبا معكم كارمي شماس كيف بديكون السبت 16 ديسمبر اليوم الأمر مرافقنا من برشة الدلو أجواء حلوة اليوم بترافق مواليد الأبراج الهوائية وأخيرا ترتاح مواليد برشة الجوزاء كذلك الميزين والدلو بالطبع يلي بمفروض يكون بانتظاره يمكن مفاجآت حلوة كيف ده تكون أبراجنا اليوم برشة الحمل أكيد اليوم مفروض تبلش تحس اليوم السبت تحس بارتياح ارتاح اكتر من اليومين السابقين الأمر من برشة الدلو بيعطيك قوة شخصية بيعطيك شعبية بيعطيك هضامة بيعطيك قوة اجتماعية بشكل أنه بيمشي حالك وينما كانت بالبيت مع العيلة مع الأصحاب بظهرة يعني شو ما كنتوا اليوم عم تعملوا موالي برشة الحمل نهاركم مفروض يكون ناجح جدا عم نحكيه طبعا من الناحية الفلكية بالنسبة لبرشة الثور الأمر الموجود بالبيت العاشر النقطة الأعلى طبعا عندكم بفلككم بيحمل شوية بيرمز يعني إلى بعض الأمور اللي ما نكون متوقعينه أنه تكون نهار سبت ويمكن أنه إجازي يمكن كونه أنتو تركين أمور مهمة تشتغلوها بده وقت طويل يعني كل نهار يمكن تركينا ليوم السبت لحتى يكون عندكم وقت تهتموا فيها وهي بتاخد من وقتكم شوي يمكن تاخد من أعصابكم نتفيه لأنه بده طول بيل وأصلا موالي برش الثور من الأشخاص اللي شوي بيلهم طويل لكن بقلكم انتبهوا لأنه الأمر من برشة دلو بشكل مربع مع برشكم وبيحطكم تحت الأضواء جميع الأحوال الفترة العامة جيدة فكونوا عند حسن الظن وما تعتلوهم بالنسبة لبرشة الشوساء النهار بتعودوا فيه عن تعب عن مضيعة وقت عن خسارة لفكرة خسارة لمشروع خسارة لعلاقة خسارة لمبادرة أو أفورت حطيتوها مجهود معين من أول الأسبوع وانتوا محتارين ومن أول الأسبوع وبتتحاربوا يمكن هلأ فيه انفراج وبالتالي عطلة الأسبوع مش بس سبت الأحد أيضا رح بتكون حلوة ومعبرة أكتر لرغباتكم ويمكن تحقق لكم أكثر من حلم عم بتفكروا فيه أو رغبة عنكن إياها تشتغلوا هذي الويكيند وبالتالي نهار إيجابي حلو استفيدوا منه بقدر المستطع بالنسبة لبرشة السرطان يمكن الخميس والجمعة ما كانوا مريحين يمكن نفسيا يمكن بالشغل يمكن بعلاقة معينة ما أخدتوا اللي بتريدوا ما حققتوا يمكن اللي بتريدوا اليوم السبت مريح أكتر للأعصاب وأهم شي للنفسية يلي اليوم أنتوا بتحسوا حالكم متعاطفين متصالحين مع حالكم بشكل أكتر وبالتالي هيدا الشي رح ينعكس إيجابا على محيطكن يعني مع الولاد رح بتكونوا مرتحين أكتر ما رح تعلقوا على كل شي ردي وويردي نفس الشي مع شريكم الحياة مع الأهل يلي مطالبون يلي خود وجيب أو يلي سعدوني أو يمكن أنتوا بتقدروا تتفهمون أكتر ويمكن هني يتفهموكن أكتر فبالنتيجة هيدا وين وين سيتشوائشن يعني الكل ربحان منكمل مع برشة الأسد يلي اليوم الأمر بعاكسه ويلي يمكن اليوم الأمر يحمله شوية نقاط أو علامات استفهام خلينا نسمية يأما أنتوا بتفكروا مولي برشة الأسد أنه في شي ليش معرقل أو ليش عم بعصبكن هيدا يمكن بتقولوا أوكي يمكن الأمر أوكي مظبوط الأمر برشة دلو ولكن ما معناتها أنه نخلي أعمالنا ونهارنا يتأخذ بإنفعالاتكم أو إنفعالات الآخرين تجاهكم يعني بتكونوا غير مبالين غير مكترثين بالناس اللي عم تحكي عم تزعشكن أو لكن غير مكترثين بطريقة إيجابية ما بدنا نقعد نعمل مشكل معاهم فالجو اليوم عند مولي برشة الأسد قوي بحد زيته لأنه الشمس دعمتكن لكن إذا استفسكن شي ما تدخلوا بهيدي الموجي منروح لبرشة العذراء يلي جووا بيطلب منه إنه يكون نوعا ما عم بياخدوا يعطي أكتر هلا لازم تعرفوا إنه السبت هو نهار شغل ورح شغل هلا مش ضروري شغل قاعدين بالمكتب شغل يمكن بالبيت يمكن عندكم حدا يمكن عندكم عجقة يمكن عندكم مشاريع يمكن عندكم السكتجول عندكم مليان عائليا البيت المطبخ الولاد مشاريع الولاد بالليل سهرة يعني يمكن يكون نهار طويل ومتعب شوي فحاولوا إنه ما تددوا ونظموا جدول أعمالكم بشكل إنه يوم السبت ترتاحوا فيه مش يكون نهار سبت بيخلص على كل طاقتكن فبالتالي اشتغلوها زكية بالنسبة لبرشة الميزين نهار بعتبروا قوي بعتبروا من الأيام القوي جدا لأنه الأمر دي عم يكون من برشة الدلوي اللي هو هوائي وبالتالي في نوع من تسهيلات ماشي مع كل نوع من مسار حلو مريح مطمئن وبيحمل وعد أو يمكن يحمل مفاجأة ليش لا يمكن هاي المفاجأة تكون طارقة أو يمكن محضرينها بتحلموا فيها أنتم من قبل وتصير يوم جيد جدا الشمس دعمتكم وتعطيكم قوة حضور وقدرة فكرية لتستوعبوا شو عم بيصير بكل هدوء ورواء ومسئولية أنا بعتبروا من الأيام الأكثر حظا لحد هلأ بهذا الأسبوع منكمل مع برشة العقرب صحيح الأمر بمربع مع برشكم من البيت الرابع لكن هيدا فقط لحتى يلفت انتباهكم ونظركم لبعض النواقس أو لبعض الأخطاء بالبيت بالعيلة بالمنزل بحد زيته بالواج بيت نوعا ما يمكن تحسوا حالكم أنه تعبتوا يمكن تلوموا هالأشخاص على تعبكن لكن فكروا فيها يمكن فعلا هني بحاجة لكل الأمور اللي عم بيطالبوا فيها جميع الأحوال كونوا معتدلين ما تروحوا يا أبيض يا أسود هالمرة لازم تكونوا معتدلين لأنه حلوا تتفهموا الآخر خاصة أحبا أكون شو بدون ما عم نحكي عن الغرب ما عم نحكي الأحبة شو بدون من ناحية تانية مع الآخرين يمكن تكونوا أنتوا شوي قليلي الصبر لأنكم مستعجلين وفي براسكن مية حكاية لتخلصوها فطولوا بالكن لحسن الحظ كوكب الزهرة بعدو ببرشكن وره يحملكون تأثيرات حلوة كتير ممتازة إذا كنتوا من موليد 5-6-7 نوفمبر بالنسبة لبرش القوس أكيد بترتاحوا مع الأمر من برش أدلو في كتير انسجام فلكيا بين هيدا الطاقتين وبالتالي بتطلع منكم نوع من فعالية كتير حلوة ونافعة وإيجابية وبطاعت موليد برش القوس طاقة مميزة ليكونوا بعملهم إذا عم يشتغلوا مع عيلتهم أو هني بإيجازة يمبسطوا ويفرحوا وتكون دحكتهم كتير حلوة هيدا يوم يمكن يدور بأفضل طريقة ممكنة لألكن يعني لو كان غير النهار يمكن يكون أسوأ في حال صار ما صار فاليوم النهار بيحمل إيجابيات كتيري هلأ في عنا فقط علامة استفهم على تأثيرات كوكب المريخ يلي اليوم عقولي الطال موليد 8 إلى 10 ديسمبر هيدا الطاقة بتسبب شوية انفعالات عند موليد برش القوس ويمكن يكون مزاجكن ما كتير رايق وتخلقوا مشكل حيث لا ضرورة لخلق هالمشكل فطولوا بالكن وسوءوا أكيد على مهلكون منكمل مع برش الجدي موليد برش الجدي نهار قلت لكم عنه حكيت عنه سابقا أنه نهار الأمر منه ببرشكن الأضواء مسلطة على أمور مالية على مصاريف على اهتمامات وبعتبر أنه الشمس ما رح تدعمكن هذه المرة فرجاء بما أنه هو عثلت أسبوع إذا حابين تظهروا إذا حابين تنزلوا على السوق كونوا معتدلين ما تفكروا أنه يلا الأمر مبارح كان ببرشنا أول مبارح يعني فينا نعمل شو ما بدنا معنا ضوء أخضر لا أطع ضوء الأخضر لما الأمر ترك برجكن يوم أمس الجمعة المساء فأنتوا هلأ موجودين بجو بحاجة لا ترجعوا تكونوا وعيين ويكون في عنكن نوع من بريكس يعني تنتبهوا توقفوا لما بتشوفوا أنه معقولة تتخطوا لحدود ليش عم بحكي عن المال والصرف لأنه الأمر موجود في بيت المال ما نكمل مع برج الدلو يلي اليوم الأمر ببرجه يلي احتمال يكون فيه احتفال رائع هلأ أنا عم ضخم أو عم بالغ بالكلام لحتى بالوصف لحتى تستوعبوا أنه نهار كتير حلو نهار إيجابي نهار بيفش الخلق نهار بيعطيكم اللي أنتو بتحكوا فيه طالع بلكم تروحوا مثلا على السوبر ماركت جيبوا غرض معين وبتكون إياه الغرض على الأرجح بتروحوا وبتلاقوه بغير أيام يمكن ما كان موجود تروحوا وبتلاقوه رايحين وعم بتفكروا بتكون شي بالسوء يمكن كمينا بتلاقوه يعني القوة اللي عم كونيها الفلكية اليوم بتعطيكم تقريبا اللي بتكون يلي لأنه بتيسر الأمور حتى الأمور اللي كانت راكدة بتبلش تركوا دراكد يمنتو أنا بعتبركن موالي برش الدلو من أكثر الأبراج حفظا اليوم بالنسبة لبرش الحوت تنتبهوا موالي برش الحوت دخلته بفترة من ركود وهذا الركود غريب عجيب لأنه الشمس مش دعم تكون الشمس بمربع والأمر الأمر بالبيت رقم 12 يلي هو بيخفف كل شي بيخفف الطاقة أحيانا بيخفف كتير من نسبة الحظ وفي عنا ما تنسوا نبتون وصحل ببرشكم وبالتالي هذا يوم ليس للمغامرات باتيتا مثلا عارفين بدا تشت عم بعطيكم مثل كتير بسيط يعني كتير كتير سخيف يمكن عارفين حالكم إنه بدا تشت الدنيا وبردو بتروحوا منذ ما تاخدوا معكم ما تكونوا محضرين فبطوف الدنيا مثلا أو عنكم مشاريع فجأة هذا المشروع ما بيزبط أو بيطلع نسبة نجاحه 50% يعني يمكن في بعض الأشخاص بيزعلوا بإنتوا يعني عم بحكي عن بعض موليبوش الحوت بيزعلوا أو بيحسوا بخيب أمل اليوم هلأ جميع الأحوال تأكدوا من كل شي خاصة من حجوزاتكم إذا عنكم حجز ورجاء تنتبهوا لموضوع الصحة بشكل خاص 21-22 شباط فبراير 10-11 أدار مارس بختم مع مولود 16 ديسمبر يلي بنتظاروا سنة كتير مميزة سنة كتير سريعة سنة كتير نشيطة سنة كتير فعالة بتكافئكن بتعطيكن ما بتاخد من دربكن بالعكس بتزرعوا الفرحة وين ما كنتوا بهيدي السنة نجمكن كتير قوي في احتمالات عديدة بدأ بابكن يلي ابتداءا من تقريبا شهر السادس بسنة 2024 بتبلش تركض وتتحقق مثل مقابلات مثل أعمال مثل عقود ارتباطات مهنية أو غير مهنية فهيدي السنة كتير مميزة حاولوا تكونوا واعيين لتاخدوا أفضل الفرص بتتمنى الجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر